مؤمن يتملكها والملايين لا 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 هذه قد تكون وسيل الشقاء وتأمين مستقبل الأولاد المستقبل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتا ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سليل يا ابن عبد العزيز تدرك بناتك السبع وده قال لا أخشى عليهن الفقر وقد علمتهن سورة الواقعة إن كنا صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا وإن كنا غير ذلك لا أعطيهن ما يتقوين به على معصية الله إن كنا صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا خلاص هو الأوابين معاه وإن كنا غير ذلك أنا أعطيهن مالي يروح يتصربح به ويضيع حياته أبدا المال سمي مالا لأنه مال بالناس عن الحق شغل الناس مال آه سمي مالا لأنه مال وكلمة مال في اللغة لا تدل على الاعتدال أبدا الجدار مال العمود مال فلان مال صحيح يعني حينما يقول ربنا تبارك وتعالى المال والبنونا زينة الحياة الدنيا ولما يقول أسط الحياة الدنيا أساس الحياة الدنيا زينة 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 خارجية يعني ألم يحبب إلينا هذه الزينة يحبب إلينا ولكن المؤمن يستخدمها سبحان الله في مسارها ولكن هي في نفس الوقت فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة فهذه الفتنة فتنة يعني اختبار طيب فقد أرسب فأسأل الله إن أغناني أن يجعلني من الشاكرين وإن أفقرني أن يجعلني من الصابرين والشاكر والصابر كلاهما في الجنة المؤمن مع معية ما يقضي الله به أسعد اللحظات وأسعد المؤمنين الرضا بمواضع القدر لو كان الله تبارك وتعالى يعلم أن العبد وهو يعلم بالقطع أن العبد لا يستطيع أن يقترب من هذه الأشياء إلا على مقدار الزينة ما ابتلنا فيها قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم الآية أنت الذي تبتلي نفسك أنت الذي تقترب أنت عندك إمكانيات مئة ويحي يستدين من البنك ألف لماذا يا ابني؟ ولا أريد أن أسعد للشركة لماذا يا ابني؟ قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه ما قل وكفى خير مما كثر وقالها قليل يكفيك خير من كثير يطيق هل هذه